درد على الإعلامي معتز مطر في كذبه على العلماء في هذا المقطع يكذب على الشيخ الفوزان العلامة حفظه الله تعالى ويقول أن الشيخ الفوزان منع أداء الصلاة بمكبرات الصوت في السعودية واتخذ طبعاً الكلام النسب للشيخ الفوزان هو كذب لأنه بتر الكلام وغير معناه تماماً اتخذ هذا الكلام المبتور زريعة لضرب السعودية وضرب علماء السعودية وحكام السعودية أول حاجة يا جماعة المقطع اللي جابوا معتز مطر دا قطعوا وهذا المقطع الآن أمامكم وها هو قطار الانسلاخ من كل ما يمت لدولة التوحيد وأرض الحرمين بصلة يمضي في محطاته يتهادى حتى وصل للأذان عضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان قال إن استخدام مكبرات الصوت في الصلاة أصبح مصيبة ويقلب الأذى للجيران بالنسبة لصوات المكرهونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس القطيع دا من عرر الدعاء اللي بيقودهم صالح فوزان طبعا ليا معتز كده بتقول كده يا صديقي لو لم يكونوا من عرر الدعاء ما أبقاهم طال منشاروا السفاح خارج السجن المقطع اللي جابوا معتز مطر دا قطعوا وهذا المقطع الآن أمامكم شوف قضع من وين ما جاب سؤال السائل جاب جزء من جواب العلماء الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى طوال بدى إن مكبرات الصوت وهذه مصيبة وينبغي لأئمة المساجد أن ينتبهوا إلى آخر ما قال في خلاصة ما قال لكن المقطع أصلا هو ما كده المقطع موجود في فتاوى رمضان للشيخ العلامة الدكتور الفوزان حفظه الله تعالى بتاريخ خمسة وعشرين تسعة يعني خمسة وعشرين رمضان يعني الف واربعمية خمسة وثلاثين وكان على القناة السعودية على شاشة القناة السعودية لقاء مع الشيخ الفوزان وهذا المقطع تفضل السؤال الثاني المكروفونات بالنسبة للمكروفونات عندنا هنا يعني أنا أقيم الليل في البيت في الأشرة الأواخر فحقيقة ما نستطيع من صوت المكروفونات اللي يسلونا التهجب يسلونا خربطة والواحد والله ما يوصل للمرحلة برحانية فينا فإليك لو يكون مثلا الأمر يفعل اللي هو عدم تشغير المكروفونات الخارجية يعني طيب واضح السؤال يا أخي الصلاة في المساجد في ليالي رمضان أفضل من الصلاة في البيت لأن صلاة التراويح صلاة التهجد شعيرة من شعائر الإسلام تظهر في المساجد وتصلى جماعة في المساجد فأحسن أنك تشارك مع الناس وتصلي معهم وإذا صليت في بيتك أنا فأس بذلك لسيما العاجز والمريض وأما بالنسبة لصوات المكروفونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس لأن بعض الأئمة هداهم الله يرفعون صوت المكبر خارج المسجد والمطلوب أن يكون الصوت داخل المسجد يسمع الحاضرين ما يسمع الشوارع والبيوت والأسواق ويضج البلد هذا ليس لها فائدة بل فيها أذى للبيوت أذى للمرضى أذى للذين يصلون في بيوتهم فيجب على وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله شؤون المساجد بالذات أن يتعاهدوا هذه المساجد وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يرعون ولا يراعون أحوال الناس تشاهد أن السائل سأل الشيخ الفوزان قال له يعني نحن في رمضان بنتهجد ونصلي قيام الليل في البيت وفي المساجد جنبنا بيصلي قيام الليل اللي هو في رمضان التهجد بالمكروفونات بعد ذاك الشيخ الفوزان جاوب إنه دبلية أو مصيبة والمفروض لأي ما يصلوا داخل المسجد ويمنع المكروفونات في شنو؟ في التهجد في رمضان مش في الصلاة كلها صلوات الفرضية زي ما عكس وكذب هذا الديك المصري المسمى بمعتز مطر يكذب على الشيخ الفوزان يقول منع ها مكبرة الصوت في الصلاة وقال دبلية عشان شوه سمعة العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورثة الأنبياء وربنا سبحانه وتعالى زك أهل العلم أيما تزكيها يعني مهما حاول هذا الديك القطر أو المصري هذا لضرب العلماء ورثة الأنبياء ما هيقدر ربنا سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يخي ويكفي في شرف العلم والعلماء إنه الكلب المعلم اللي وكل بالصيد الصيدة الإصطاد بخشمه تؤكل إذا كان أرسله إذا كان أرسله صاحبه صاحبك البصيد وسمى الله فيأكل أما صيدة الكلب غير المعلم المتعلم الصيد يعني لا يوكل شوف شرف العلم كيف حتى شرف العلم فضل بين الحيوانات فكيف بين بني آدم وبني البشر الذين فضلهم الله عز وجل أصلا لقد فضلنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بعد ما ربنا فضل بني آدم على غير في بني آدم فضل المسلمين وفي المسلمين المؤمنين فضل أهل العلم الذين هم ورست الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام أجمعين فالرجل ذا أصلا هدفه يهدم الإسلام لأنه هدم العلماء علماء الحق تحديدا هو هدم للإسلام أزول من يشكك في العلماء مع أنه ذا يشكك في الدين والإسلام والعلم والفقه والعقيدة التي يحملها العلماء ثم الرجل ذا أصلا هو ما قصد الشيخ الفوزان تحديدا لأنه قبل كذا كذب على المفتي برضو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى رئيس هو المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء برضو كذب عليه وقال قال الرجل ذا ببيح الموسيقى اللي هي كان بحرموها قبيل في السعودية وجاب مقطع المقطع ما فيه ولا كلمة واحدة باح الموسيقى إنما السائل سأل الشيخ آل الشيخ المفتي على القناة وقال له يا شيخ الآن في حفلة وحتغان في مكة وفي قرب الحرم والله أعلم بصدق السائل المهم ده سؤال يعني زي ما قال بعد ذاك الشيخ قام جاوب قال له يا أخي إن شاء الله حكومة المملكة العربية السعودية حكومة رشيدة وإن شاء الله يعني ستحل الأمور بالحكمة كلمة تحل الأمور بالحكمة دي جاء مشاء لبرة في الكتابة تحت قال له هو معتز جطر أو كصد معتز مطر ده شاء لمن تحت وعمل محلها نقاط نقاط عشان السائل ما يسمعه وعمل سرعة دبلجة تسريع لكلام الشيخ اللي هو المفتي عشان ما تنتبه النقال هتحل مش كانت الأغاني والموسيقى حرام في السعودية أقول له آه كانت حرام بس الحمد لله بقت حلال هتقول لي وفيه حرام يتحول لحلال مش الصغينة كانوا أعداء بقت حلال بقى الفلسطينيين أصلا طلعوا إنه هم مش فلسطينيين هضيك عارف طبعا ومش البتاع يعني خلاص بقى الحفلات حلال وكل حاجة بقت حلال وده تعليق من أروع لقطات 2017 و18 هو تعليق مفتي ديار المقدسة مفتي المملكة العربية السعودية الرجل اللقطة دي هيا سعب علي فيها موت لكن 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 بعيدا عن الصعبانية دي حتة دي جمده يا جماعة حتة على الصعبانية الرجل هي سعب عليك وكده فيه متصل سأله فرد عليه بس في الآخر أهو حل للحكاية بس أداءه يدرس الحفلات الغنائية وبعد أيام ستقام حفلة غنائية بالقرب من الحرام المكي معكم ذلك وتوجيهكم يا أيها فرد الله والأسترسيح في المملكة في أمن والاستقرار والله الحمد والإخلاب وآفية وتدعوكم للرشيد والفقر بحبار الله هذه المملكة تتاعد بحكمة إن شاء الله وأرجو أن يوفقوا لاتباع للحق إن شاء الله وأن يقدر في الإدام وينفع رمه إن شاء الله فظيح لا فظيح شو زولده إجرامه كيف وزولده هو طبعا الناس ما عارفين منه اللي هو عامل شعره زي الديك ده ده أصلا من جماعة الإخوان المسلمين الجماعة المنحرفة المتطرفة الإرهابية التكفيرية التفجيرية وجماعة الإخوان المسلمين كما هو معلوم عند العلماء هي جماعة حربائية المنهج زمان ظهروا سيد غطب معامل له سكسوكة هنا ولابس له بورنيطة وبعد ذاك طلع الضلالات والأباطيل تكشف عند العلماء وعند الناس بعد ذاك طلعوا مشايخ بيدقون عاملين فيها من أهل السنة والجماعة يأهم ناس عيد الغرني وسلمان العودة اللي هو بيتباكى عليهم معتز قطرة ومعتز مطرة بيتباكى عليهم إلى اليوم إنه ليس جنوم يسجنوهم ويسجنوكتا زاتك عرفتها يا وسيخ لأنه انت شتمت العلماء وقال دير رجلية وقال دير شنو عن الشيخ الفوزان يقول الكلام ده شاء ما بواحد يقول لي لا يشتموا بشتموا عرفتها كلامي ولا يمكن دي إنسان يكون بيتكلم عن الدين وعامل شعره كده زي الممثلين بتاعنا الخواجات وجاي يتكلمنا عن الدين وهو لا يفهم فالقصد ما الشيخ الفوزان تحديدا القصد المنهج الذي يحمله الشيخ الفوزان والمفتي والعلماء اللي هو المنهج منهج أهل السنة والجماعة وده الغايز وده الحارج معتزمط لإخوان ده لأنه إخوان المسلمين كلما رأي يظهروا في الصورة ظهروا ناس العودة وبتاع ما نفعوا تكشفوا بعد شوية ظهروا لنا ناس زي ديل وعد اسمه عبدالله رجدي بجاي لابس فانيلا هنا فوق الديني حقنة تقول في غرفة النوم وجاي يتكلم في الدين وانتهى داك تكشف للناس ظهروا برضو الديكذا أشان يشتم في المنهج السلفي ويشتم في المنهج الوسطي والمنهج المعتدل ليأتي بالمنهج المتطرف اللي هو منهج جماعة الأخوان المسلمين الذي دعي للتكفير ودعي للتفجيرات وفعل التفجيرات في هذه الأمة وقتلوا أبناء هذه الأمة واغتصبوا بناتي هذه الأمة كل تحت مسمى الجهاد مر بمسمى تنظيم القاعدة مر بمسمى جبهة النصرة مر بمسمى ما عرف ليك الظواهري مر بمسمى جماعة باللاذ وأخيرا بمسمى داعش وأخيرا بمسمى معتز مطر ولا قطر ذا الموجود وذي لعبة مكشوفة أصلا مدرج السفيه ما يجوز أن يسمع له وهو كلامه هذا ومنهجه وعقيدته التي يعتقد هذه الباطلة يحكم عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة قالوا ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه زي معتز مطر الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة نمرة اثنين من النقاط الركز عليها أنه ضربيها بالشبهة والكذب زي ما عرفنا الآن بالوسائق إنه كلامه ده مبتر والغريبة ما لقيت أي أحد في اليوتيوب حسب ما طلعته وبحسته وبحسته إنه جاب مقطع الشيخ الفوزان كامل كلهم بجيبوا مقطع زي ما قطعوا الكذابة البليدة الحمد لله نحن جيبنا الآن كامل من مصدره بفضل الله سبحانه وتعالى ومنتي علينا وانكشفت القضية فالمهم قصده إنه يضرب برضو في المملكة العربية السعودية ونحن والله ما السعودية ما بنعتبر حكام ناس معصومين ولا شعبه ناس معصومين لأنهم من بني آدم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن كمانا جماعة ربنا أمرنا بأن نذب عن أعراض المسلمين ده واجب علينا أول شيء اثنين ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نشكر الناس ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله السعودية حكومة وشعبا في الجملة وناس أصحاب خير يبنون المساجد بل يطبعون المصاحف في كتاب الله سبحانه وتعالى الآن ما من بيت وأسرة في العالم سوى كان مسجد أو بيت لأسرة في العالم أو خلوة لتحفظ القرآن أو معهد لتعليم القرآن وعلومه إلا وفي المصاحف التي طبعتها حكومة المملكة العربية السعودية وإضافة إلى نشرهم للعقيدة الصحيحة والتوحيد ومحاربة الشرك في بلادهم وفي جميع البلاد الأخرى في جميع العالم ونشرهم للكتب والمصنفات العلمية لنشر العقيدة الصحيحة ومحاربة العقايدة الباطلة كعبادة القبور والاستغاثة بالقبور ودعاء أصحابها والاستعانة بأصحابها والتبرك على أعتابها كل ده شغال إنه بفضل الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الحج إلى العمرة الشغالة دي الحجاج بالملايين يأتون في الموسم الواحد وشوف دي كم سنة من الليلة من اليوم إلى قديم الزمان كيف يكرموا الحجاج كيف يضيفوا الحجاج أفلا يستحقون الشكر هو الدول التي تصدفك أسأل العالم والناشي يشكروها كيف هذه الدولة العظيمة التي تصدف حجاج بيت الله من المسلمين والمسلمات بملايين الأعداد وكذلك العمر بعشرات الملايين من أعداد المسلمين والمسلمات من جميع العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا ووسطا ما يلقوا كل مناس يقول لهم شكرا بس شكرا ساكي ما يشكرون وزول اللي يشكروا بيقول لكم والله دا 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 حاجة ما دا دا حاجة انت الدا دا حاجة يا معتد احنا ما دا 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 حاجة ولا فاضل لزول لا تمحتاجي لزول لكن بنشكرهم جو عينك لأنه دي الاستحق الشكر يا أخي يا أخي قريب دا الحسين دا الول فرحان بيو معتز مطر دا فكوا كمساروخ تجاه الكعبة الكعبة دي بيت أبوك يا معتز مطر دي بيت الله سبحانه وتعالى فدافعوا عنها وصدوا هذه الصواريخ عن بيت الله سبحانه وتعالى فتأدم بس الناس ما يقول لهم شكرا مجرد شكرا يا مستهبل يا مجرم ودي الآن المقاطع والوسائق تدل على كذب هذا الرجل المسمى بمعتز مطر وانا تابعت الرجل ده في جميع محاضراته وفي جميع مقاطعه كلها بلا استثناء والله الذي لا إله غيره يعتمد على الكذب الصراح والواضح كل شغله ده كذب كل شغله ده كذب يا أخي في المقطع كاتب فوق جلد معتز مطر وجلد قال صالح الفوزان وفضيحته مع الأزان أو كلمة يعني نحوها قريبة من الكلمة دي تجلد عالم يا مستهبل يا آياء يا مجرم ده عالم علماء الأمة سخر حياته كلها لتعليم الناس العقيدة لكن انت شغل العقيدة والتوحيد ما بيرضيك حرفت كلامي؟ عشان كده انتز علان وتقعد تكذب يا ريت لو جبت كلام بالحق نحن ما بنقول الشغل فوزان ذاته معصوم لكن لم تتكذب عليه وتقطع كلامه يا ما عندك أخلاق يا رمة يا ما عندك زمة تقطع كلامه وتنشره للناس هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعليه صلى الله عليه وسلم